هذا وقد بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك العالمية بحث سبل تكثيف التعاون بين الجانبين خلال الفترات القادمة وأوضح رئيس الشركة الأمريكية أنه خلال مباحثات مع هيئة قناة السويس ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدم عرضا بتوريد محطات كهربائية متنقلة إلى مصر بالإضافة إلى عرض خبرتين في مجال سيانة المعدات الطبية وصرح سفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس محلب أشار خلال اللقاء إلى وجود العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الحكومة حاليا والتي يمكن للشركة الأمريكية المشاركة فيها ترجمة نانسي قنقر